هل طبيعي إن إحنا كمجتمع وحتى على المستوى السياسي نقبل التعدد في الاهتمامات ده ولا لأ يعني إيه هل علينا إن إحنا كلنا نبقى مهتمين بقضية واحدة ولا نقبل التنوع ده حتى وإن بدأ للبعض غير مناسب أو مش أولويات التنوع طبيعة الحياة ما مش كلنا ثقافتنا واهتماماتنا واحدة فيه المشغول بالأسعار وميزانية البيت قضيته في الحياة إنه كيف يدبر حياته هو وولاده طبيعي وحقه أو هذا حقه طوال الشهر وهناك من يرى إنه القضايا العامة بتنعكس عليه في النهاية فيبدأ الاهتمام بها وفيه ناس برضو عندها بقى نوع من الطرف اللوكجري الحقيقي اللي اهتم بقى بفوستان فنانة اهتميت بمسألة أزمة الفنانة رانيسك لا الحقيقة خالص بتسألها لحظت بقى إن التواصل الاجتماع ده هيخرب الدنيا ليه بس؟ لأنه بيشيع يعني يشد انتباه الرأي العام في اتجاه واحد وكل الناس يمشي فيه عملية حجد خطيرة جدا شايف إنها كانت قضية غير يعني لا تستحق إن تخد الحجم لا تستحق هذا على الإطلاق ويعني أعتقد إن الفنانة اكتسبت شهرة زيادة جدا